خلال الفترة اللي فاتت كتبت افكار كتير اوي الحلقات وكنت محتار ابدأ بقانيه فكرة فيهم ومن كام يوم شفت السؤال ده وخلاني اركن كل الافكار التانية واقرر ابدأ به لان فيه ناس كتير اوي طلبوا مني قبل كده ان نعمل حلقات عن ازاي بدأت واحكي عن الرحلة كلها ايو الفيديو ده من نص الرحلة بس اكيد هيفيد ايحد يشوفه صباح كبير ومساعة كوه احلى انا ولش وده فيديو جدي فهريد تتفرج للاخر وما تنساش تشارك في القناة وتعمل لايك وشير للفيديو او اي فيديو تاني اعجبك ولو استفدت منه او ده نوع المحتوى اللي بتتابعه هتشارك بيك على القناة طول عمري بحب الكتابة وفضلت فترة ادون لنفسي قبل موصل 20 سنة لكن لأسباب كتير اوي تخليت عن الحلم ده لفترة طويلة جدا اولا كنت صغير ومعرفش اعمل ايه عشان اكمل واضر حقا حاجة وثانيا الشغل والدراسة وبعدهم الجيش وبعد كده الجواز بدري ثالثا لما لقيت فرص كانت كلها استغلال واستعباد رسمي لو عايزك تشتغل 24 ساعة ويديك 100 جنيه مثلا وبعد حوالي 15 سنة لما اشتغلت في ويجيو دوت كوم واللي كانت اول علاقة احترافية مع الديجترال ماركتين بدأت احس اني عايز ارجع للكتابة تاني لاني كنت ماسك حسابات الشركة على السوشيال ميديا وبكتب الاعلانات بتاعتهم فكنت عايز احسن نفسي اكتر دورت كتير اوي والوقت طويل على تدريب وكورسات من غير اي نتيجة واللي لقيته كان بفلوس كتير اوي 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 يعني لو مش متخينيه اصعر قد ايه بس المرة دي كنت بدور وانا بعد ما تعلمت ان الرجوع مش حل ولازم اكمل في الوقت ده سيبت شغلي وما كنتش لاقي شغلة تاني بدأت اشتغل فريلانسة ديجترال ماركتين وتصوير والكلام ده وكملت بحث عن تدريب الصحافة في الوقت ده برضو كنت عامل جروب اسمه علم نفسك مش عارف لو فيه اسم تابعيني من زمان اكيد عارفين اسم الجروب والجروب كانت فكرته ايما على ان الناس الموجودين على الجروب يعلموا الناس الموجودين على الجروب برضو حاجة كده يعني ايه لو تعرف حاجة جديدة في مجالك او علم حد تاني حاجة جديدة في مجالك كان الجروب جميل جدا بس اتقفل بعد ما كبر وبقى فيه الاف بيستفيدوا منه شكرا لفيسبوك المهم في يوم صحيت لقيت حد عامل بوست عن تدريب في جريدة الحياة لمدة 8 شهور مع فرصة للشغل بعد النجاح في التدريب وجريدة الحياة اللي ما يعرفهاش كانت واحدة من اكبر المؤسسات الصحفية في السعودية واللبنان وليها مكاتب هنا في لندن بس انا ما كنتش يعني عندي فكرة عنها خالص ما عرفهاش او كنت اعرفها بالحياة اللندنية فما كنتش عارف ان دي نفس المؤسسة وقتها بعدت الواحد صحبي صحفي سألته عنها فقال لي بالنص فيه صحفيين بيتمنوا يدخلوها فعلى طول قدمت والتقديم ده قصة جميلة جدا الابليكيشن كان عبارة عن اربع اقسام الاسم والوظيفة اللي انا فيها وليه عايز انضام للتدريب ونص حر كتبت كل حاجة وجيت عند النص الحر وقلت النفسي اكتب بالعمية بلاش بالفصحة معرفش ليه بس قلت النفسي جرب ومش هتخسر ولو اترفضت قدم تاني واكتب لهم بالفصحة يا عم لو ديقين يعني وكتبت بعد شهر تقريبا وبعد منسيت عن الموضوع تماما جالي ايميل منهم عشان يقبلوني بيطلبي قبلوني ما كنتش مصدق نفسي يعني اول ما جاي الايميل وانا بقراءه ما كنتش مصدق نفسي وحتى انا برد عليهم ولا اليوم اللي كنت رايحة اقبلهم فيه المهم اول جملة من رئيس التحرير وقتها كانت انت عارف احنا قبلناك ليه عشان بندور على حد عنده الشجاعة انه يكتب اللي عايزه بطريقته ويجرب وعشان احنا كمان عايزين نتغير وقبلت في التدريب ونشرت اول مادة ليا بعد اقل من شهر وقبل اي حد تاني في الدفع التدريب كان اربع ساعات يوميا في مقر الجريدة في دبي ومكافأة شهرية اوليلة جدا قدام ملتزاماتي ومقارنة بشغل التصوير اللي كنت بضحي به عشان الحجز لان الحجز كان بيجي في معادة التدريب فكنت بضحي به فطبعا كان اوليل جدا بس احلى حاجة انهما شغلوني بعد ست شهور وقبل ما كملت تمن شهور وشاركت في تدريب زومة لتانيين يعني بعد كده وشاركت في اطلاق منصة خاصة بالتدوين وتابع الحياة كان اسمها حياة للأسف الجريدة واجهت شوية حاجات كده وكان لازم اقاسبهم وابدأ مرحلة جديدة بس كانت من احلى الاوقات او من احلى الشغل يعني احلى الوظائف اللي اشتغلتها واحلى فترة عاشتها في دبي هي فترة وجودي في الحياة ولو ما كانتش واجهة المشاكل الكبيرة اول اللي انا ما كنتش قدر اتحملها انا كنت استمرت فيها جدا ولو كنت قدر اتحمل المشاكل دي كنت استمرت معاهم لغاية النهار ده فللأسف ما كملتش هنا فيه كم درس بقى مهمين في القصة دي بس قبل ما قولك عليهم ما قولك على حاجة تانية انا لسه ما حددتش جدول النشع على يوتيوب فلو على تيك توك انا بنشر كل يوم فياليت تتابعني هناك وتعرفني انك جاي من الفيديو ده واحد اللي انت عايزه ممكن يتأجل بس ما تلغهوش حطه على رف عشان تقدر تشوفه وتفتكره وترجع له وانت جايز اتنين دور على حلمك بس وانت ماسك شغل في ايدك يعني وانا بدور على التدريب ما عادتش في البيت لكن كنت شغال فريلانسا تلاتة ساعد الناس ينجحوا انت كمان هتنجح يعني انا لولا الجروب ده عشان عملوا عشان الناس تستفيد محدش كان هيتشجع ينشر بوست عن التدريب بتاع الجريدة انا ساعدت الناس وده كان الجزاء بتاعي عشان تتعلم يبقى لازم تستثمر حاجة لو مش فلوس يبقى وقت وجود خمسة التجربة اسمها تجربة عشان فيها نسبة مخاطرة ما تخافش منها مش هتتعلم الا بالمحاولة والتجربة وطول ما انت ما بتحاولش عمرك ما هتعرف والاجابة دايما هتكون لا كمان لما نشرت اول مادة ليا محدش كان طالب مني حاجة انا شفت الخبر وترجمته وطبقت عليه اللي تعلمته وبعدت الاستاذي وقعد راجعوا وزبطوا معايا وعشان كان عندي شجاعة اجرب ابعتني الخبر نشروا ووصل لمراحل انا فاكر الله يما سيب الخير استاذ حسان ووصل لمراحل ان اول حاجة يعملها الصبح وهو داخل يدخل ويقول لي وليت شفت الخبر ده كان على طول اخبار تكنولوجيا وعلمية وكذا كان يدخل وليت شفت الخبر ده اكتب لي عنه ستة خاطر بس بحساب خليك زال ارد دايما انا بقول المثل ده ما تسيبش فرع اللي لو انت ماسك في التاني واشوفكم الفيديو الجاي over and out